اشتركوا في القناة تقس اليوم عرفنا الضباب محلي في الصباح ثم تقس مغيم في أغلب الجهات السحب كانت أحيانا كثيفة في الشمال الغربي حيث كانت مرفوقة ببعث الخلايا الرعدية الرياح كانت اليوم قوية وقوية جدا خاصة قرب السواحل وفي الجنوب حيث كانت مثيرة للريمال والأتربة الليلة إن شاء الله يتواصل تقس مغيم جسئيا الرياح بيش تكون من القطاع الجنوبي بيش تكون متراحة بين 50 و70 كم في الساعة تتقلص حدتها تدريجيا في أواخر الليلة البحر بيش يكون هيئش في شديد الاثتراب ودرجات الحرارة ليلا بيش تكون متراحة بين 12 و 16 درجة في الشمال وبين 16 و 22 درجة في باقي الجهة خلينا نتعدى الغدوة إن شاء الله غدوة متوقعين تقس مغيم جسئيا ثم تدريجيا ينكثيف السحب في المناطق الشمالية الريح بيش تقل حدتها شوية مكانتنا باليوم ودرجات الحرارة بيش تكون في تقلص تفيف نشوفوها مع بعضنا غدوة 22 درجة في قليبيا 21 في نابل 27 في تونس العاصمة بنزرد 25 درجة باجا 25 22 في تبرقى 26 في جندوبة أقل في الكاف والتالى 24 و 23 درجة 24 بيسليانة غدوة من المتوقع 26 درجة في الزغوان في المدانة السحيلية 24 في سوسة والمناسير 23 في المهدية 29 في اسفقس وقرقنا 30 في الوسط بالقيروان 29 في سيديبوزيد 26 في الجسرين 30 في قفصة 32 درجة في كل منتوزر وجبس أعلى بدرجة في قبل غدوة من المتوقعين 33 درجة وفي مناطق الجنوب الشرقية يوم الغد في جربة 30 درجة 34 في مدنين 35 في تطوين وفي رمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات وخاليج تونس الرياح بيس تكون جنوبية شرقية تتجه تدريجين إلى شمالية شرقية سرعتها بين 15 والعشرين عقدة البحر يكون متموش في سواحنة الشرقية ومنطقة خاليج جبس الرياح بيس تكون من القطاع الشرقي سرعتها بين 15 والعشرين عقدة والبحر يكون شديد الأثير بدرجة الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدوة في نكشات صحب عبر 32 درجة 17 في الضال البيضاء 22 في الجزائر 28 في ترابلس الخرطوم 35 درجة 28 مع سماء صافية في القاهرة في البقاء المقدسة متوقعين 34 درجة في المدينة 38 في مكة 34 في مصقا 28 في أبوظبي الدوحة والكويت 23 في بغداد سماء صافية في دمشق 20 درجة 19 في بيروت أقل بدرجة في قدس الشريف 18 درجة 16 في اسطنبول مع سماء مغشات أبعد شوية في أوروبا يوم الغد متوقعين 19 درجة في روما 15 في فيانا 22 في بيرلين 23 في أمستردام 21 في لندن 24 في برويكسل وفي بيريس 18 في مارسيليا وفي شبه الجزيرة الإبيرية يوم الغد متوقعين 12 درجة في مدريد و31 درجة في لاشبون تطورات الجوية للأيام القليلة القادمة يوم الأربعاء السحب عابرة في أغلب الجهيات السحب هذه تكون أكثر كثافة في المناطق الغربية تكون مرفوقة ببعض الأمطار المتفارقة وبعض الخلايا الرعدية الرح عموما بيش تكون من القطاع الشمالي البحر بيش يكون مضطرب فشديد الأثيرة في كافة المجالات ودرجات الحرارة متراحة بين 22 و24 درجة في الشمال والوسط وبين 24 و33 درجة في الجنوب وتجري أن توصل 35 درجة في أقوى الجنوب نتعدى اليوم الخاميس اليوم الخاميس صحب عابرة في كافة المجالات الريح من القطاع الشمالي البحر متموش ودرجات الحرارة في ارتفاع تفي فوقات الشروق والغروب اليوم الغد غدوة الشروق يكون على الساعة الخامسة و35 دقيقة والغروب يكون على الساعة السابعة ودقيقة لما يزيد من المعلومات والإرشادات تجمد تسلوبنا رقم موزع صاتي 8840 تخليوا إرسالات قصيرة وإلا أيضاً زورنا على موقع الويب www.meteo.nonefo أوقات الصلاة يوم الغد الصبح للساعة الرابعة ودقيقة الظهر منتصف النهار و25 دقيقة العصر على الساعة الرابعة ودقيقة المغرب على الساعة السابعة وثلاث دقاق وأخيراً للإشاء على الساعة الثامنة و35 دقيقة عزيزي مشاهدين شكراً حسن المتابعة والإهتمام وإلى اللقاء